اشتركوا في القناة التي مست العديد من الدول ومنها مملكة البحرين مواقف جوهرية تضمنها خطاب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية وعنصر مهم تناوله العاهل المعظم حيث شدد جلالته على ان التدخل في شؤون الدول يعد من ابرز التحديات وهذه الجزئية التي طرحها العاهل المعظم جاءت نتاجا للتدخلات التي مست العديد من الدول ومنها مملكة البحرين فالارهاب لا دين له ويضر بمصالح الدول ومجتمعاتها وهو ما تعتبره مملكة البحرين بمعية الدول المشاركة في القمة خطا احمر لا يسمح بتجاوزه باي شكل من الاشكال وباي مبرر تدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن اكتر التحديات القائمة اذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالغوانين الدولية وقد آن الاوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات على وعلى مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ومحاربة الارهاب والفكر المتعصب وتنظيمات المتطرفة الخارجة عن الغانون تأكيد عاهل البلاد المعظم على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل لم يكن الا موقفا بحرانيا متسقا مع مواقف دول الخليج العربي والدول العربية المشاركة في القمة بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية ويكمن الحديث في البرنامج النووي الايراني المزعزع لاستقرار المنطقة من حيث ما يشكله من تهديد للامن والسلم من خلال زيادة وطيرة تخصيب اليورانيوم وتعقيد عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فالاستخدام السلمي للطاقة النووية امر مرحب به ويدعم التوجهات العالمية لكن الرفض القاطع من كافة الدول هو تطوير برنامج نووي يؤجج الاوضاع في المنطقة والعالم ويزيد من التوترات ترجمة نانسي قنقر